أستاذ أنور بيقول أني زوجته بتحبه وبيحبها وإني ما بيضرتش يستغنع عنها والولد نفس الحكاية وإني أنا قلت رغم ما تضربهاش عشان بتروح تشتكي لأبوها طب نبطل أسباب الشاكوى إيه هي بكلمة بتروحشها بضربها بهنها عشان بتروح تشتكي لأبوها وبعدين بتشتكي لأبوها فش حاجة أبوها أبوها بيعمل لك حاجة يعني إذا علم منك وبيصدقها ليه عشان ضربها ما انت لو ما ضربتهاش يا عم الشيخ أنور مش هتلاقي حاجة تقول لأبوها وهتحبك أكتر عشان بتحترمها كده فأنا عاوزك ما تضربش خالص ولا تشتم لما تعمل كده انت تحب انها تعمل معاك حاجة سيئة ولعزو بالله لفظة أو حاجة لا نفس الحكاية فمش الرجولة أشتم واضرب الرجولة إن أنا أتعمل بخلق حسن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لأهله وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي بكلموا حل وهكذا فبلاش إن انت تشتم وتضرب مش هتلاقي حاجة تشتكي وهتحبك وكل حاجة وربنا يصلح ما بينكم بك